الفيلة النادي المصر غني متخوفش عندهم الايدة كويزة عندهم الايدة لو اشتغلنا معهم صح يضب出 فيلة محترمة ثانية حاجة عنا اقز النادي المصري theo النادي المصري بدون ان لد لا كانش موجود في الموسم الاخير الكلازة ويمكن هذا وايه الموسم ده انا بن مخدامنا يبقى او موسم استعادت سمعة النادي المصري ومدينة نجمة بورسعيد للي سمعتها الحقيقية لاني أنا شايت ان في مدينة بورسعيد والبرسعادية ظلموا في الفصل اللي فاتت وتم تشويه آآ النادي المصري وتم تشويه جماهير البرسعيد وتم تشويه مدينة برسعيد بفعل فاعل ودلوقتي احنا دورنا ده وكننا موجودين ان احنا نحسن الصورة دي دورنا في الدورة لو كنت موجود ان انا نبين للناس ان احنا فعلا الكلام كله اللي كان بيتقال على النادي المصري وعلى مدينة برسعيد كله ملوش اي حساس مستحق او الكلام ده تاريخي تاريخ موجود ان الناس كلها عارفة مين البرسعادية ومدينة برسعيد. ويعني كل الكلام اللي كان بتقال على على البرسعادية والكلام ده كلام ملوش اي اساس ما الصح. خلينا نرجع من التاريخ مرة تانية ان لو لا البرسعادية ولولا مدينة برسعيد ورجولة مدينة برسعيد كان زمان اسرائيل بصيوفه في مرينة. يعني يعني الناس دي في التاريخ اللي احنا درسناه. ده من ايام من ايام من ايام صح. من ايام العدود المستولاسي كمان. مش بس ايام السعيية. من ايام عرب ستة وخمسين. تشويه مدينة برسعيد وتشويه عد ناع مدينة برسعيد تم نفاعل فعل. والكلام ده كل الناس هتعرف حياته في الوقت في الوقت. انشاء الله. واحنا متأكدين ان هو يطلع في الوقت المناسب. لكن. احنا درنا درنا ان احنا لو لو في مصر ان احنا مولين ان احنا نحسن صورة اولاد مدينة اه بورسعيد وان احنا نظهر بشكل موقف خلال المسلم. اه لكن. كلامك كله اميدو يباين ان انت هتضرب خلاص المصر. كلام كله اتجه ناحية انك هتضرب المصر ان انت عايز اضرب المصر. انا انا بالنسبة لي خصوص استدريب كمشروع هي حلوة. انت عارف ان انا بحلم ان انا بكون مجال. اه. وطول عمري اه كابتل حازم والكلام ده انا بقولو لك يعني ما فيش حد يعرف ان انا رجل دايما طول عمري حتى وانا بلعب كنت بشوف ان انا هبقى مدرب ومدير فني قد ما انا كنت العيد من اليوم مرة.